السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتنين معلقة كبار من الكستر البودر وثلاث كبايات من الحليب او اللبن هحط عليهم معلقة نصف من السكر مش هنقطر السكر طبعا عشان فيه سيرب لسه هيتحط هنقلبهم كويس جدا قبل ما نرفعهم على النور نحط معلقة صغيرة فانيليا او نصف معلقة صغيرة ودي اختياري زي ما انت عايزة لو عايزة حبت دفيها دفيها لان طبعا الكستر البودر فيه فانيليا بس انا بحب رحة الفانيليا بتبقى بينة فبحب ان انا حطيها زيادة كده لبعد ما رفعتها على النار لابطبعا لازم ايدي تبقى فيها عشان ما تتكتلش معيها وتوصل للقوام اللي انا عايزة هفضل اقلي فيها كده لحد ما توصل للقوام اللي انا محتاجه له وطبعا بعد البودنج ما وصل معي للصمك اللي انا عايزة فضيته في بولا وقطيته بالستريتش رول وحسيبه طبعا لحد ما يبرد معي او يدفع معي علشان طبعا اقدر ان انا احشي به اكون في اثناء الفترة دي بعمل طبعا الكنافة بحمرها اه بنزلها في ووك او توصل او حلة المتاح عندك اعمليه فيها دي هوالي كيلو كنافة انا طبعا فرمتها على ايدي لان هي ما كانتش محتاجة ان احطها في الكبه لو كانت عندك توزة لسه اه لان دي طبعا ساعدتني اه ساعدتني فيها ان هي اه اه اتفرمت معي بسهولة ان هي كانت في التلاجة بقالها فترة اه حطيتها معلقتين كبار من السمن البلدي وهي حمرها كده على نار متوسطة لحد ما تديني اللون الدهبي اه اللي انا عايزة اه والكمية اللي انا استخدمتها هنا للوصفة دي على حسب الصينية اه بتاعتي طبعا حوالي نصف كيلو من اللون الكنافة يعني اخدت نصف الكمية اللي كانت معي وزي ما انتم شايفين بابدأ اقلبها طبعا علشان ما تتحرقش مني لازم اه افضل اقل فيها علشان تاخد كلها نفس اللون اه من كل النواحي وهي تقريبا كده قربت يعني ايه ان هي تاخد اللون الجلد اللي انا عايزها اه طبعا هي سهلة جدا وصفة سهلة وهي سريعة مش محتاجة للفرن ولا لأي حاجة خالص اه تقدري كمان تعمليها في بولات صغيرة وتقدري تعمليها اه في كاسات اه يعني هي مش بتأيدك اه اه بحاجة معينة اه غير انه اه ممكن تعمليها كمان كمشروع يعني الوصفة دي حلوة جدا جدا ممكن تعملي لو انت صاحبت مشروع تعمليها فهي مربحة وحلوة جدا دلوقتي انا نزلت الكنافة بتاعتي في بولا او في طبق كبير علشان طبعا تبرد معي شوية وحطيت عليها طبعا حوالي نص كوباية من السيرب التقيل وقلبها علشان طبعا تتمسك معي اه وتبقى قوامها اه حلو اه دلوقتي انا هجيب الصينية اللي هشتغل فيها اه هاخد نص الكمية طبعا علشان اعملها زي قادة في الصينية اه اه وهسويها لازم تبقى طبعا كلها اه متساوية اه بنفس الصمك وابدأ كده باللسبات اللي بتاعتي او اه على حسب بقى ما انا عايزة باي معلقة اه اسويها كده بتتساوى معي بسهولة طبعا لان هي شربة من السيرب بيساعدني اكتر على ان هي اه تاخد وضعها اه كويس جدا اه وطبعا انا حط دلوقتي طبقة البودنج اه طبقة البودنج بتاعتي لسه سخنة فا اه هتنزل معي بسهولة لكن لو جمدت عندك او كنتي حطها في التلاجة تقدري بالمضرب اه او بالوسكي العادي اه تدربيها شوية كده عشان زي كريم جانتي يعني اه تترى معيكي اه لكن انا طبعا علشان كنت مستعجلة فانا حطيتها عطو وسبتها تبرد اه مع الكنافة اه حتى دلوقتي كده احط بقى الطبقة التانية اه بالتدريج كده زي ما انتم شايفين لحد برضو ما تتساوى زي الطبقة الاولانية اشتركوا في القناة برضى اهنا بالسباشيالة بتعتي ان انا طبعا ازاوي الاطراف علشان ما تبقاش كده شكلها ملاعكيش يعني وكمان اه اه تتساوى الصانية كلها ببعض زي ما انتم شايفين اه وحبدأ طبعا ازوقها واتجيها منظر جمالي اه باي حاجة عندك او ممكن تسبيها كده زي ما هي اه وبرده ببدأ ان انا استغلي برضو بواقي المكسرات الفضل عندي اه بحط كده عين جمل اه يعني وحيد كده بعيدة على بعض شوية بحيث ان انا ما اقطع القطع اه تبقى عليها طبعا واحدة عين جمل اه زي ما انت شايفين وكمان هاخد ايه احبة فضل او صغيرين اه فضل او حلب يعني اه بحيث ديها بعض منظر احلى فا اللي ما عندهوش مكسرات عنده سوداني ممكن يحط اللي ما عندهوش ولا ده ولا ده اه هي مش محتاجة اصلا اي حاجة بس احنا بنلم بقى البواقي اللي عندنا بدل ما تبوز احنا نعمل بيها وصوة حلوة نفس الوقت نستغلي بواقي الحاجات اللي فضلت عندنا اه بدل ما المكسرات الخزز او الحاجة تبوز فاحنا نعمل بيها وصوة حلوة جدا نستفاد بيها وكمان تبقى مغزية اه زي ما انا عملت كده بالزبط انا حطيتها بقى في التلاجة بعد كده ساعتين اه علشان تجمد معي طبعا البودنج لو كان معي برد من الاول كانت هتبقى اجمد لما طلعتها اه بس هي كانت طبعا طعمها حلو جدا ورائع اه كانت محتاجة بس تجمد شوية كمان ومع ذلك هي كانت متنبسكة اه حوارها لكم دلوقتي ويا رب تكون وصفت النهاردة ان شاء الله نالت اعجابكم وتقولوا رأيكم في الكومنتات ما تنسوش اللايك والشير والاول مرة يشوفوا القناة ما ينساش يعمل سبسكرايب ولايك ويدوس على زر الجرس على كلمة قول عشان يوصلوا كل بطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة